اشتركوا في القناة ايذاء الحيوان سلوك غير صحيح الحفاظ على نظافة المكان سلوك صحيح يا أبطال التنمر على الآخرين سلوك غير صحيح الاجتهاد في المذاكرة سلوك صحيح وهكذا كان سلوك المصري القديم من التصدق على الفقراء والمحتاجين والحفاظ على المكان وعدم السخرية من الآخرين ولكن من أين عرفنا أن أخلاق المصري القديم كانت ذلك ولم نرهم من قبل لقد قرأنا كتاباتهم على ورق البردي والجدران بعدما وجدنا حجر رشيد والآن حبيباتي هيا بنا نتعرف على أخلاق المصري القديم المكتوبة على الأحجار لم أجذب، لم أسرق، لم أملأ قلبي كرهان لم أسئ معاملة الناس، لم أسبب ألما لأحد، لم أكن سببا في دموع إنسان هذه الجمل يا أصدقاء تدل على أن المصري القديم لم يعتد الكذب ولم يملأ قلبه كرهان بل كان يحب جميع الناس والآن حبيباتي هيا بنا نتعرف على معاني الكلمات الملونة كلمة أسئ أي لم أفعل فعلا سيئا أسبب أحدث ألما وجعا لم أكن سببا في شقاء حيوان لم أعذب نباتا بأن نسيت أن أسقيه ماء أطعمت الجائعة ورويت العطشان وهذه الجمل جميعا تدل على أن المصري القديم كان يعتني بالحيوان ويعتني بالنبات وأيضا يا أصدقاء كان يعطف على الفقراء والمحتاجين هيا بنا نتعرف على معاني الكلمات الملونة معنى كلمة شقاء تعب الجائع هو المحتاج إلى الطعام معنى كلمة رويت سقيت سقى المصري القديم العطشان كما أطعم الجائع أي المحتاج إلى الطعام وكسوت العريان لم ألوس ماء النيل ملأت قلبي بالحق والعدل هذه الجمل يا أصدقاء تدل على أن المصري القديم حافظ على نظافة البيئة وملأ قلبه بالحق والعدل ولم يظلم أحد هيا بنا نتعرف على معاني الكلمات الملونة معنى كلمة كسوت أي البست ألوس أجعله غير نظيف معنى كلمة العدل المسواة والإنصاف والآن حبيباتي هيا بنا نختار المعنى المناسب للكلمة الملونة كسوت المحتاج من ملابسي معنى كلمة كسوت أحسنتم حبيباتي أي البست لوست دخان الجو معنى كلمة لوست أحسنتم أي جعله غير نظيف تتحمل ممرضات شقاء السهر معنى كلمة شقاء أحسنتم تعب هيا بنا نختار الإجابة الصحيحة المصري القديم لم يسرق أحسنتم يا أبطال كان المصري القديم ماذا يفعل مع الجائع أحسنتم يطعم الجائع المصري القديم حافظ أم لوس النيل أحسنتم حافظ المصري القديم على النيل لم ينسى المصري القديم أن يأكل نبات أحسنتم أن يسقي النبات وفي نهاية الدرس يا أبطال تتعلم من المصري القديم أن نحافظ على ما إني أن نطعم المحتاج والمسكين أن لا نجذب أو نسرق سعدت جدا بلقائكم أراكم في درس جديد من دروس لغتنا العربية الجميلة السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر